حياكم الله جميعا هذا الدرس سوف أتحدث عن طريقة السنة من الربح من الانترنت وهي طريقة سيلنج ديجيتال برودكت هذا البرودكت ممكن يكون كتاب بديف ممكن يكون سوفتوير بسهل على عميل أي شيء طبعا لازم حقوق النشره طبعا كلها تكون للبابلشر أو تكون للنشر أو تكون يعني ممكن يكون كتاب بديف ممكن يكون كورس أو فيديوهات تعليمية ممكن يكون بلاجن ممكن يكون في بعض البلاجن مثل الافترفكت لو اي حد ليه سكريبتنج ليه في السكريبتنج ممكن ينشئ بلاجن سوالي الماية أو لبلندر أو أي برامج من برامج الجرافيك أيضا ممكن يكون ارشادات تعليمية ممكن يكون أيضا لو حد ليه في البروغرامج ممكن يتم إنشاء تيمبيت أو ديزاينات للووب بيجز ويتم رفعها بحيث الباك اندو ديفيبر يستخدمه بأشارة أيضا ممكن الديجيطال برودكت يكون طبعا ممكن يكون باوربونت بريزنتيشن تيمبيت بحيث يستخدمه بأشارة ويكون فيها جهزة لكل شيء جهزة ليه لاستخدام فقط تعديل التيكست أيضا ممكن تكون بي اس دي تيمبيت أو افتر الفيكت تيمبيت بحيث يكون بزينس كارد أو برتفوليو نغير فيه بس التيكست والديزاين موجود والشاب موجود وكل شيء موجود دي كانت عبارة عن الديجيطال برودكت أي شيء غير ملموس سواء كان صفتوير أو تيمبيت أو بي دي اف فايل أو فيديو كورسوز دي كلها ممكن يتم نشرها والربح منها مباشرة على موقع زي جامرود أتمنى كن حدرتم في أي دول اللقاء في درسك american شك how is that! ي complex